مع أن الفارق كبير ما بين المدرب وما بين اللاعب عايزك تقولي إيه اللي انت شفته في الاتنين مدربين في مباراة السوبر سواء مرسيل كولر أو فرير لا مرسيل كولر كان مذاكر كويس مذاكر كويس طبعا وكننا الزمالك كويس آري الموتش كويس كوتش كويس من برع الخط كويس جدا 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 بيشوف أخطاء نادي الزمالك فين وبيلعب عليها وبيشتغل عليها بشكل كويس جيد أعطاكم درب الزمالك ما كانش آري كانت تصريحات كتير قبل الموتش إعلام كتير قبل الموتش أنا هكسب أنا هعمل أنا كسبان دوري وكاس أنا مكانش مركز في الموتش بدرجة التركيز بتاعت ميستر كولر حتى التغييرات بتاعت مدرب الزمالك ما كانتش على قد المستوى المطلوب للفرقة بتاعت نادي الزمالك بالعكس مدرب النادي الأهلي لا مذاكر كويس وعارفه تغييراته كلها صح تغييرات في الوقت المناسب مين يبقى موجود في مكان حافظ حافظ مذاكر كويس نذاكر قبل الموتش كويس ما فيش كلام كتير ما فيش أعلام كتير قبل الموتش بيقفل على نفسه كويس بيقفل على الفرقة بشكل كويس آري الموتش بشكل كويس حتى هو واقف بره بيتفرج بس آري الموتش الموتش شغال إزاي أنا محتاج مين هنا ومحتاج مين هنا ولا في فرق كبير أنت من مدرسة المدير الفني يبقى هادي ولا يبقى مش عصبي ولكن لأنه في ناس تقولك إيه الهدوء وأن المدرب يبقى واقف وهو هادي بينقل اللعيب أنه هو دنيا لطيفة بالضبط لو هو فوق بره بيقض يفرق ويقض يزعق ويعمل وبتاعي يقولك أنه هو أنت معاني مدرسة المدرب يبقى هادي هادي أنا عن نفسي حتى لما بيكون في الموتشات بتاعتي أنا بقى هادي طول ما أنت هادي بتعرف تفكر كويس بتعرف تقرى الموتش كويس بتشوف أنت محتاج إيه لكن العصبية مش هتخليك مركز جدا مش هتخليك مركز في الموتش بشكل كويس بس خلي بالك فيه مدربين بيبقوا بيمثلوا العصبية دي يعني إيه بيمثلوا العصبية دي يعني هو عايز ينقل للعيبة أنه هو عصبي وبتاع فأنته لازم تدوسه أكتر عشان هو بقى راضي عنكم لا يعني ممكن بيبقى فيه المدرسة دي أعتقد كان جوزئة مثلا بالضبط بس كان فهادي فبس في بعض الأوقات كان بيقوم يتعصب حضراك عارف أكتر مني لما بيبقى فيه شوية تراخي في الملعب لا بيقوم يتعصب ويقوم يزعى ويتكلموا صحيح ففي وقات معينة لكن مش في كل وقت على طول يعني مش في كل وقت هتحط رجل على الرجل وبيشوف بس مش وقف على الخط على طول عمالة زعى مش عارف إيه التاطر هيوصل للعيبة